مرحبا صديق. الحياة رائعة. واربع ما فيها فن التواصل مع الاخرين. ومن خلال الحسنان الظن بالاخر والتمثل اعبار له. واخذ او القراء القلب من القراهية. واخذ الحياة بالبساطة. والاكثر من العطاء. فكلها كواعد افسرية ساعة الكنسان. نعم كلام جيد. ومن فن التواصل صحيح جريد قصة عن شخص اسمه غاندي. يحكى ان غاندي كان يجده مسرعة للحاكم القطار وقد بدأ القطار بالسيء. وعند صعود القطار سقطت قعدة فعدتي حزائهم. فما كان منه الا انهل على الفردة الثانية. وهربها بجوار الفردة الاولى. على سكة القطار. فتعدوا الاصدقاء. وسألوه ما حملك على رامل الفردة الحزاء الاخرى. فقال اعببتها للفقير الذي يجد الحزاء ان يجد فردتين معا. فانتفع بهما. ولو وجد فردة من واحدة فلن يفيده. وانا بعد ساحكي قصة عن ابو بلغ في عقاب ابنه. يحكى ان ابو رأى ابنه الصعي. رتقت حجرا حد. يضج به سيارة برض السمن. فما كان الاب الا انهر على طفله. واخذ ينهره. فسقط الصغير على يده. مما افقده القدرة على تحركه صابع. او في المستشفى كان الابن يقول لاب لقد اخطأت يا ابي. ولكنني لا استطيع ان احركه الصابع مرة اخرى. فتألم الاب بغاية الالم. وقد علم ان ابنه كتب على السيارة احبك يا ابي. وقال لابنه لقد اخطأت يا ابني عندما كتبت على السيارة. ولكنني اخطأت انا ايضا. عندما بلغت فيه اقابك ولولا علمت مرادك لقلت لك اني احبك اكثر مما تحبني. قصة جميلة ولكن الان نذهب الى الاطفال. اهلا وليتي. اهلا ابنتي. نتحدث اليوم عنها صادقة عن موضوع فن التواصل. نعم انا لا دقيق قصة جيدة عن فن التواصل. احكي القصة يا ولدي. يحكي ان في المعمل يقف معلم امامها تلاميذه وامامها ثالث اولي من الوقت الماء الساخن. ثم ابعث لنا الاول جزرة. والثاني بيضة. والثالث حبات قهوة. وانتظر المعلم بضع دقائق ثم طلب من احد تلاميذه ان يتحسس الجزرة. فلاحظ انها صارت نرجة ورخوة. ثم طلب من تلميذ الاخر ان يتحسس البيضة. فلاحظ ان البيضة صارت صلبة. ثم طلب من الاخر ان يتشف بعض القهوة. فلاحظ ان طعم القهوة الازيز. ثم قال للمعلم التلاميذ. اعلموا ايها التلاميذ. ان كل من الجزرة والبيضة والبني واجه نفس الخصائر. هو المياه المغلية. لكن كل منهم تفاعل معها على نحو المختلف. فالجزرة التي تبدو صلبة. ان تعرضها الالام والصعوبات صارت رخوة. قرية. وفقدت قواتها. اما البيضة فقد تحول شائلة الداخليه الى قلب قاسي وصلب. اما البني المطحون فقد غيره الماء الساخن. فجعله للطعم افضل. ثم نظر المعلم الى تلاميذه. وقال والان كيف يمكنكم التعامل مع المصائب. شكرا لزياراتك لي. شكرا ولكن انا سعيدة لانني اتتواصلت معك. افهوم الدرس. ما المقصود بفن التواصل. هو فن التعامل مع الاخرين بحكمة مغريزة. من خلايا حتى نظن بها. ما قيمة هذا الفن في حياة الناس. هو سيفور رئيسة زعادة الانسان. من غندي وماذا تعرف عنه. هو من اشهر رؤساء الهند. وهارف بالحكمة وقد سامى في تأسيس منظمة عدم الانحياس. ما يدفع للطفل بعد سكوته على الارض. اقترفوا خطعه لوالده. ولكنه متألم لعدم تحريك عصابعه. كيف ستطاع المعلم ان يتمع طالما يزوج اختلاف رد الفعال. حسب الموقف في الظروف. عندما يوجد له ثلاثة اشياء مختلفة. تواجه خصما واحدة. فاختلف رد فعالك كل شيء عن الاخر. ماذا نتعلم من القصص السلاح. نتعلم منهم فن التعامل مع الناس. يجب ان نتعلم والانسان. سرعة رد الفعال ضررية. نتعلمها من غندي. علم المبالغة في رد الفعال. حتى لا يأتي بانتجيش عكسية. كما حدث مع الاب وابنه. مخاطبة كل فرد على قدرة عقله. كما حدث مع المعلم وتلاميذه. اللغويات. اتكلم معناها. التواصل معناها التعامل. التمس معناها يبحث عنه ويطلق. حملكة معناها جباركة. ياخدش معناها يجرح ويزيل لون. هرع معناها يسرع. ينهار معناها يمنح بشدة. يتحسس معناها تلمس. رخوة معناها طرية ولينة. ترشف معناها واشرة. قص معناها صل. بلغة معناها المبلغة والزيادة. اوان جمعناه وهو عائد طعاوة. ترجمة نانسي قنقر